من تابع حلقتنا وضيفنا لليوم من مزرعة شوف السيد سقر بعيني المسؤول الإعلامي لجمعية تعاضد الاجتماعي بمزرعة شوف أهلا وسهلا فيك مش أول مرة مستضيفك ومش أول مرة بيكون في نشاطات نحكي عنا بنتنظمة الجمعية رح نحكي عن نهار الجمعة ب23 شهر يلي عم يتنظموا فيه بالاشتراك مع المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ندوى تحت عنوان سلامة الأطفال على الانترنت صحيح ونحن هلأ بفترة عيد صح وكل الهدايا بتروح إلى الهدايا الإلكترونية كمان يليقل علاقة بالانترنت مظبوط يعني قديش عن جد مهم أنه نضوي على هالموضوع أول شي شو الهدف الهدف أول شي صباح الخير لحضرتكم وصباح الخير لكل الجمهور عم يحضرنا ومرسيل أستضافتكم لإلنا نحن كجمعية تعاضد دورنا الأساسية هو توعية المجتمع وإرشاد المجتمع نحو الأفضل خاصة لبناء مجتمع سليم لازم يكون الأطفال هن عندهم أفكار سليمة وبعد عن كل المبقات الموجودة بالمجتمع هذه الندوى هلأ نحن بحاجة لإلها خاصة مثل ما تفضلت أنه هذا فترة عياد وهدايا إلكترونية وكذا فعندنا كثير مشاكل عم توقع فيها الأطفال والراشدين من تصفح الإنترنت تصفح الإنترنت والأهل يمكن ما يكون معهم الخبر بهذا الموضوع نحن من وجبنا كجمعية تعاضد طبعا ومنشكر هون مجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هن اللي قاموا بهالندوى هايدي ومجلس المذهبي هو بتتأسس بالأ2006 وبيضم مجريات ومصالح وأهم من مصلحة المصلحة التربوية والدينية يعني بتهتم بها الشؤون بهالندوات واللقاءات اللي عم تعميرها بالتعاون مع قوال الأمن الداخلي بالوراقة ديالة نصر بس بي عن جرائم مكافحة الجرائم الإلكترونية بس عم نحكي عن هيك ندوى يعني من نعرف مين هن الأشخاص اللي رح بيشاركوا رح كونوا أشخاص بالأي تي ما بعرف علما نفس مين الأشخاص اللي رح بيشاركوا الأشخاص نحن بالتعاون مع مثل ما ذاكرت مجلس مذهبي قوى الأمن الداخلي قوى الأمن الداخلي في شعبة خاصة بهذا الموضوع الندوى لح تديرها أو لح تقدم لنا إياها الرائد ديالة المهتار ضو هي متخصصة بهذه الأمور لح تضوى على المشاكل اللي ممكن يتعرض للأطفال على الإنترنت لأهل ممكن ما معهم الخبر فيها تضوى على المشاكل اللي موجودة كيفية حلها إذا كان ممكن بالبيت أو تفادية وإذا ما كان فينا نتفديها كيف نتواصل كيفية التبليغ لقوى الأمن لحتى ليساهموا بحل هذه المشاكل بس خلينا نقول أنه دور الأهل شيء كتير أساسي بالبيت ومش لما يكبر الولد ويتمكن من الإنترنت أو مش لما يكبر الولد ويبطل فيه سلطة من قبل الأهل عليه مثل ما قبل هو صغير هون بيجي دور الأهل يعني ما بعرف إذا فيه أحد اختصاصيين بالندوى رح يضوى أكتر على دور الأهل من بداية الطريق صح صح أكيد معنى اختصاصية ومثل ما ذكرت هذه دمنا أول محاضرة بيعملوها المجلس المذهبي مع الرائد ديالة بعدة مناطق لبنانية صاروا عاملين المحاضرات من شانك نحن ندعيني هون لنضوي على الموضوع أكتر وهن بيفيدونا بهذه الأشياء هلا يمكن كتير أهل ما بيعرفوا كمان أنه هن بيقدروا ياخدوا التليفان أو التابلت وهن يحطوا مثل parental control هن ينقوا أي صفحات ممكن أولادهم يفتحوهم لون بيقدر يعني هي معلومة كتير مهمة الأهل يطلعوا ليا وضروري أنه الأهل يكونوا مطلعين على كل هاللعب التكنولوجي صح صح يمكن كمان فيه شغلة تانية خلينا ما زال فتحنا هذا الموضوع نقول أنه الأهل ممكن يكون عندهم أكسة من تليفونهم على تليفون أولادهم هذا من طريقة السيكوريتي اللي بدأتكون موجودة أنه أي شيء parental code أنه ما أوسع مثلا أو كي بوسع بإبنين وش عام يعمل أو شيء بس أنه خليني أنا كل فترة أعمل كنترول بوسع باللي عم يتواصل معهم باللي عم يتواصل معهم باللي عم يصير فيه مشاكل كتير من قاصرات عم يتحارج جنسي وهل أشياء فقوى الأمن بالشعب الموجودة عندهم أنه هن بيضوع هالأمور ويساهموا بحلها ومساهم فيها هل تكون شي دراسة بتفرجة نسبة الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير سليم للإنترنت؟ هلا هادي نحن كجمعية يمكن شعبة المعلومات هي خبيرة بهذا الموضوع بس نحن كجمعية حسين بهالمشكلة وحبا نضوع عليها ونساهم بتوعية المجتمع طبعا المجتمع واعي بس أنه في بعض الشغلات أنه لازم نضوع عليها نحن طبعا شريحة الأطفال يلي برأيك هي بتكون أكتر شي عرضة هي عدفا بعمر المراهقة وممكن كمان بعمر أقل ممكن أقل بكتير أكيد أصغر يعني شو بتصمعوا من الأهل يعني خاصة بس اكترحتوا عليهم أنه موضوع الندوي كيف رح بيكون قديش الأهل تجاوبوا كان في ترحيب كتير للفكرة أنه فكرة كتير حلوة عم تعملوها ونحن رح نشارك بهذا الموضوع الأعمار هي من تنقلنا من الصغير لو نتلاقي هلأ ولد صغير عمره 3 سنة عم يحمل التليفون والأربع عشر سنة ونزول لنهوض العمر الخطير للولد كان بنت أو صبي عم بحكي أنه التواصل عبر الإنترنت وأنا صد شاب وأنا صد صبية وكذا وهي الأمور كلها بتودي لما الشكل كتير هاي المحاضرة بتتوجه لهاي دي الأعمار أوكي طيب أستي السقر ذكرت أنه كان في عندكم ندوات سابقة كيف كانت ردات فعل الأهل وقداش عن جد التوعية صارت بركة ضرورية والأهل عندهم وعي علي أكتر صح ندوات السابقة هي كانت عم تعملها المجلس المذهبي مع الرائد ديال المختار بعدة مناطق تانية الفيدباك لسمعناه أنه لأ العالم كل حبت هذه الفكرة يمكن ستستفيد بالتواصل مع كيف تبليغ قوى الأمن الداخلي بأي مشكلة مستعصية عم بتصير طيب خلينا نقول أيضا أنه مش من زمان بالفترة الماضية جمعية التعضد الاجتماعي كان عندكم حملة لمساعدة المحتاجين خصوصة أنه على بواب الشتي أي متى بلشت شو تضمنت ووين صرت فيها الحملة هي بلشناها بـ 11-12 من جمعتين تقريبا دعينا الأهالي ببلدة مزرعة الشوف والبلدات المجاورة لتقديم التياب هن بغينا عنا منيحة أكيد ما نكون تياب تقديم التياب لمساعدة لمساعدة الأهالي ممكن الناس حين ممكن يكون أهالي ببلدات محاجة لهذا الشيء فهلأ أنا مدى أسبوعين عم جمع التياب جمعنا كمية كتير كبيرة من خيرين بالضيعة وجمع جمعنا فرز لهذا التياب ونشوف نحن إذا نعرف حدا بحاجة نقدمها لجمعية معينة بتتخصص بزع أنه يمكن في حدا بيستحي يأخذ التياب أو بقول أنه ممي بحاجة بس أكيد في جمعيات في جمعيات صح ونحن شوف فينا نساعد بنساعد يعني الآن عم تكونوا ناشطين على مدار السنة وبالصيفية كمانا كان عندكم معرض الموني بمساعدة الشوف وأخذ نجاح كتير كبير هالمعرض أخذنا اتصال من هذا الوقت صح كأول خطوة لألنا كانت الحمد لله نجاح كتير طبعا بيدعمكم وتغطيطكم لألنا كان نجاح كتير كمان بكتير يعني هلأ بلشت أجندة لـ 2017 تتعبى بلشتوا فيه مواعيد فيه نشاطات كتير عم بتكون يعني نشاطات موزعة نتناقول بالحق للإنساني الاجتماعي أو خطا والصحي والتنموي لأن دور جمعية التعضد هي دور اجتماعي يعني صحي تربوي تثقافي أنه هاي الأمور كلها من صلب دور جمعية التعضد الاجتماعي خلينا نجح على موضوع الندوي أي نهار وأي ساعة وين نهار الجمعة 23-12 بيقدر ألب عيني الساعة 5 للمساء وهي مفتوحة للجميع للجميع أكيد لكل الأشخاص اللي هبين يشارك لنا فيها السيد سألب عيني المسؤول العلامي لجمعية التعضد الاجتماعي أهلا وسهلا فيك شكرا لكم نشكر حضورك معنا ومن حملك تحية لأهالي شوف أهلا وسهلا فيكم متأمر تشيركم لنا كمان نعم إذا الله راد أهلا وسهلا فيكم شكرا يعطيكم العافية اشتركوا في القناة